بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشين مشاريعها الرمضانية بمحافظة شبوة حيث ذشنت مشروع توزيع التمور الرمضانية في مدرية عتق عاصمة المحافظة ووزعت الهيئة التمور الرمضانية على الأسرى الفقيرة والنازحة بالمدرية والتي بلغت أكثر من 3500 أسرى ليس لها القدرة والاستطاع على توفير احتياجاتها اليومية من مادة التمور للإفطار خلال شهر رمضان المبارك واعتأت هذه المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات بهدف تخفيف المعاناة عن الأسر الفقيرة والمتعاففة والأشد احتياجا في محافظة شبوة نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين في البلاد وخلال التدشين أعربت السلطة المحلية بمدرية عتق عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم المحافظة في جميع المجالات التنموية والخدمية والإغاثية عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي